وقالوا وعهد الإنسان بالنار الدنيوية أنها إذا ألقيت فيها الحجارة انطفأت إذا أنت بدأت تطف في النار شو؟ تلقي فيها حجارة عهد الإنسان بالنار أنه إذا ألقى فيها الحجارة انطفأت لكن لا عهد لنا بنار وقودها الناس والحجارة تشتعل بالحجارة الحجارة وقودها لأن هذه نار غير بقيت النار وسبحان الله نحن مقصرون أنا أتكلم عن نفسي في الحديث عن النار لا نتكلم عن النار لا ينبغي أن نهمل جانبا بينه ربنا سبحانه وتعالى صحيح أن العلماء يقولون يقولون كلما ذكرت النار مرة والعذاب مرة في القرآن يذ تذكر رحمة الله واحدا وعشرين مرة يعني نسبة آيات النار إلى آيات الرحمة واحد على واحد وعشرين لا أعرف أنا لا أشاطر برياضيات أستاذ نصوحيك تمام تمام يعني إذا نحط الله نسبة مئوية واحد على واحد وعشرين هكذا يقولون فكلنا ذكر عذاب الله مرة ذكرت النار ذكرت الرحمة واحدا وعشرين مرة فعلى الوعاض والخطباء أن يلتزموا في خطتهم الوعضية منهج الله في القرآن يعني الخطيب ينبغي إذا حكى عشرين خطبة عن الرحمة يخطب له خطبة عن العذاب تمام نحن كثيرا نطمع الناس بالرحمة لكن لا نطمع الناس لا نخوف الناس بالعذاب في مسألة ثانية كمان مقصرون بها إن شاء الله نتداركها في المستقبل حديث عن الجنة صدقا أحيانا لما تقرأ عن الجنة تتوق نفسك لها تبث الهمة فيك لكي تعمل لكي تستقيم من أجل أن تدخل هذه الدار التي لا شقاء فيها هذه الدار التي لا تعب فيها بتذكر مرة من حوالي تقريبا ما يزيد على خمسة عشرة سنة أو ثلاثة عشرة سنة خطبت خطبتين خطبة عن الجنة وخطبة عن النار فكنت خطيبا لجامع سيدنا بلال الحبشي في داعل في درعة الجامع كان قريب من الأسترات فزبايني كثير منهم يذهبون إلى السيارين فيصلون عندي الجمعة وكثير منهم من أهل دمشق فمرة خطبت عن الجنة حضر الرجل خطبة الجنة فبعد ما خلصت الخطبة قال لي هذا الشخص دمشقي هذه أجمل خطبة سمعتها في حياتي هي مو أجمل خطبة بس أنا توقعت يعني هو توقعت تأثوره بالخطبة أنه لم يسمع خطب عن الجنة وعن أنهارها وعن مائها وعن ترابها أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان اعمل لدار غدا رضوان خادمها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسكطينتها والزعفران وحشيش نابت فيها كل يوم الباب تيجي لعند سيدنا محمد جارك مين هون سيدنا محمد هون سيدنا نوح الله أكبر قال المنازل تغلى بغلاء أهلها واحد قال له أديش حق البيت هات قال له والله حق ومليونين دولار مليونين دولار بمصر هيك عم يقول مليونين دولار قال له ليش مليونين دولار قال له جارك الوزير فلان والمسؤول فلان والضابط فلاني وضابط الأمن الفلاني مليونين والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسكطينتها والزعفران وحشيش نابت فيها لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة طيب كم الثمن الثمن غالي بس سهل يعني موه كل شيء غالي يكون متعب ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتين سنة الفجر سنة الفجر في مسلم ما بيصلي سنة الفجر فيه للأسف خير من الدنيا يعني تخيل واحد يقول لك تأخذ لك ميت مليون دولار هيك بتقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تأخذ ميت مليون دولار يا رسول الله وتترك سنة الفجر يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يا رسول الله عم نتركك بلاش مجانا ركعتاء الفجر هاي عم نتكلم عن السنة أنت فهموا عن الفرض ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها مو من ميت مليون دولار من الدنيا أكثر من ذلك بكثير لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل حتى بساحة المعركة صلوها الله يتوب علينا شون بدنا إذا إذا نحن هاي أمور أخي هاي سنة عادي سنة عادي سنة وذكرت لكم قال كان السلف يفعلون السنة لأنها سنة نحن نتركها لأنها سنة هذا السلف كانت تقول له هاي سنة سنة يعض عليها بالنواجد أما نحن عنا سنة حذفها من جدول الأعمال تبعاك الله يتوب علينا جميعا شكرا شكرا شكرا